مقامات السيدة خديجة عليه السلام المقام الأول هو الاستفاء السيدة خديجة عليه السلام من النساء اللواتي استفاهن الله عز وجل من ذرية إبراهيم وبالتحديد من ذرية إسماعيل واختارها واشتباها كما في بعض الروايات إن الله عز وجل استفام من النساء أربع واحدة خديجة عليه السلام المقام الثاني مقام الطهارة في الجاهلية كانوا تسمى بالطهر دائما مقام الاستفاء يلازم مقام الطهارة والله عز وجل لا يصطفي إلا من كانت طاهرة طبعا الطهارة بالمعنى القرآني يذهب عنكم الرجز ويطاهركم تطيرة مقام الطهارة يعني معصومة في أخلاقها الاجتماعية لا تضم أحد ولا أيضا هي تضم نفسها بمعصية من المعاصي أيضا من المقامات السيدة خديجة عليه السلام وصلت إلى كمالات الروحية في الحديث الشريف كمولة من النساء أربعة واحدة خديجة عليه السلام عندما يصف السيدة خديجة بأنها كاملة يعني وصلت إلى أعلى المراتب الروحية والمعنوية هذا يعني أنها لها مقام اليقين عندها مقام الرضا عندها أيضا مقام الحب وصلت إلى مقام المحبين لله عز وجل والسلام الذي أرسله الله عز وجل لها هذا يكشف على أنها كانت من الذين وصلوا إلى مرتبة الحب الإلهي أحبت الله وأحبها الله عز وجل في القرآن الكريم الله عز وجل على من يسلم يسلم على الأنبياء يعني خديجة وصلت إلى منزلة الأنبياء في مقامها الروحي ومنزلتها عند الله عز وجل السيدة خديجة عليه السلام أيضا كان لها مقام الشهادة استشهدت في سبيل الله وفي سبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هنا الله عز وجل بشرها بأعلى مرتبة من مراتب الجنة يعني مع الشهداء مع الصدقين لأن صدقت أول من صدقت بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب إشارة إلى ما يصل إليه الصابقون الصابقون لأن هي أول من أسلمت آية أيضا تشير إلى هذا المعنى بأن هي كانت من الصابقين بل هي أول الصابقين أولئك في جنات النعيم هي جنة القرب الإلهي هي جنة الأنبياء جنة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أجمعين السيدة خديجة عليه السلام لها مقام جنات النعيم يعني رضوان لله أكبر يعني وصلت إلى مرحلة من حب الله عز وجل بأن أحببته قتلته وأنا ديته وأنا ديته يعني جنة الله عز وجل شكرا